بسم الله النهاردة هنبدأ في اخر واحدة في الفصل التالت في الصف العاشر المتقدم فيزي هو الطيارات المستحثة يعني ايه الطيارات المستحثة او ايه الجديد اللي هندرسه اخر واحدة كنا بنتكلم على المجالات المغناطسية واللي اتكلمنا فيها على ان ازاي السلك لما بيمشي فيه طيار بيتولت حواليه مجال مغناطيسي طيب فده اللي كان توصله العالم دلوقتي فيه عالم تاني اسمه فرديي غار منه ام ايل انت توصلت ان الاي لما بتتحط جوه مجال اه سوري الاي بينشأ عنها مجال مغناطيسي فانا مقتنع بقى كمان ان ممكن نخلي العملية عكسية يعني ايه؟ يعني لو انا عندي مجال مغناطيسي وعندي سلك ما فيهوش طيار هقدر اولد فيه طيار وهنسميه طيار مستحث قاعد يعمل تجارب وفعلا اثبت نظريته يبقى الطيارات المستحثة بعد ان توصل ان الطيار الكهرابي بيولد مجال ففرديي اثبت العكس اولد طيار عن طريق ان هو يحرك سلك في مجال مغناطيسي ايه التجربة اللي عملها فردي ام جايب جزء من سلك لدائرة مغلقة وخلي بالكو لازم يكون سلك لدائرة مغلقة يعني ما ينفعش تجيب حتة سلك كده بس لازم تكون مثلا موصلها المصباح او ايان كان ومقفولة داخل مجال مغناطيسي يعني جاب مغناطيس وبدأ يحرك المغناطيس نحية السلك فلاحظ ان المصباح بينور ولكن لما بيوقف المغناطيس المصباح بيطفي وجرب ان هو يثبت المغناطيس ويحرك السلك فلا ان المصباح برضو بينور لكن لما بيوقفهم هما الاتنين برضو بيطفي فدي الملاحظات لا يتولد طيار كهرابي لما بيكون السلك ساكن او متحرك بموازات المجال المغناطيسي بمعنى لو انا عندي مغناطيس على شكل حدوة حصان بالشكل ده فالمجال رايح فيين من الشمال للجنوب يعني رايح نحية اليمين كده فلو عندي سلك كده وقمت مسكه وقمت محركه في نفس الاتجاه ده كده اخدته علي نحية اليمين فمش هيتولد فيه طيار ولو انا مثبت السلك ومثبت المغناطيس مش هيتولد فيه طيار بل امتى بيتولد طيار لما بحرك السلك مثلا لاعلى وبينعكس اتجاه الطيار لما حركه الاسفل يعني هو عمل التجربة دي بالزبط انجاب المغناطيس والسلك ومرة كان السلك جوه المغناطيس تحت هنا كده وبدأ ان هو يرفعه لفوق فلاحظ من الجالفانوميتر ده ان هو ارى شد الطيار في اتجاه معين فمعنى كده ان فيه طيار بدأ يتولد في السلك نتيجة حركته في المجال المغناطيسي لما السلك بقى فوق وبدأ ينزله جوه المغناطيس تاني لاحظ ان اتجاه الطيار اتعكس طيب فعندنا مفهوم جديد اسمه الحث الكهرومغناطيسي يعني عملية توليد طيار مستحث عبر سلك في دايرة كهربية نتيجة ايه؟ نتيجة ان هو قطع السلك لخطوط المجال المغناطيسي اثناء الحركة النسبية يعني ايه الحركة النسبية؟ احنا اتفقنا ان هو مرة كان بيحرك السلك ومثبت المغناطيس ومرة بيحرك المغناطيس ومثبت السلك وفي الحالتين نور فهي دي الفكرة ان انا عندي حوالين المغناطيس ده خطوط مجال عاملة كده لو الاتنين سبتين مفيش قطع لخطوط المجال لو السلك بدأ يتحرك فيبدأ يقطع ده ويقطع ده فهيولد فيه طيار او السلك ثابت وهبدأ احرك المغناطيسي وبالتالي كل الخطوط دي هتبدأ تتحرك وبالتالي السلك هيقطعها فيبدأ يقطع ده ولما ده يتحرك كده هيقطعه وهكذا فقطع خطوط المجال بأي طريقة بيولد طيار مستحث طب ايه الطريقة الثالثة ان تغير قوة المجال يعني لو جبت او المغناطيس ده لو مغناطيس كهرابي وزودت شدة طيار فهيزود شدة المجال زيادة شدة المجال دي معناها ايه زيادة الخطوط بتاعة المجال وبالتالي الخطوط اللي تولدت دي هيقطعها السلك فيتولى الطيار فالحس الكهرمغناطيسي هو توليد طيار مستحث عبر سلك في دائرة كهربية نتيجةقطع السلك لخطوط المجال فالحركة النسبية هيقطع خطوط المجال اما عن طريق حركة السلك خلال مجال مغناطيسي ثابت او حركة المجال حول سلك ثابت او تغير قوة مجال مغناطيسي حول سلك طيب لما بيتحرك سلك داخل مجال مغناطيسي ايه اللي بيولد فيه طيار كهرابي؟ تعالوا نشوف ايه التفسير لتولد الطيار احنا اتفقنا في الوحدة اللي فاتت فاكرين القاعدة التالتة اللي ادي اليومنا اللي هي كانت بتقول ايه اللي كانت بتقول لما بيبقى صابع ايدي في اتجاه المجال والابهام في اتجاه حركة السلك او حركة الشحنات كان اتجاه كاف ايدي بيشير لاتجاه القوة اللي بتأثر على الشحنات الموجبة نخلي بالنا فتعالى مثلا نطبق الكلام ده على الحالة اللي على الشمال دي دلوقتي المجال المغناطيسي من الان للاس يعني ايدي هتتحرك نحو اليمين واتجاه حركة السلك اللي هو حركة الشحنات للأعلى وبالتالي هيبقى الابهام لأعلى فهلاقي ان القوة اللي بتأثر على الشحنات الموجبة للداخل اذا هلاقي ان الشحنات الموجبة هتتأثر وكلها تيجي هنا والشحنات السالبة كان بتأثر بقوة فعكس الاتجاه فدلوقتي السلك ده لما حركت جوه مجال مغناطيسي وقطع خطوط مجال اتأثر بقوة خلى الشحنات الموجبة تطلع لفوق وخلى الشحنات السالبة تنزل لتحت فبقى عندي ان السلك ده ليه كطبين كطب موجب وكطب سالب فاكرين في المجال المنتظم لما كنت بجيب صفحتين واحدة موجبة واحدة سالبة كان بينشأ ما بينهم مجال كهربي المجال الكهربي بيبقى اتجاهه فين من الموجب للسالب فالمجال الكهربي اللي بينشأ في السلك ده هو اللي بيؤدي لمرور الطيار الكهربي يبقى هو ده التفسير لما بيتحرك سلك داخل مجال مغناطيسي بتأثر قوة مغناطيسية في الشحنات القوة دي بتؤدي الفصل للشحنات زي ما استخدمنا قاعدة التالتة اللي دي اليومنا هنلاقي الشحنات الموجبة هتتجه في اتجاه القوة والسالبة في عكس الاتجاه فاحدة الطرفين هيبقى موجب والتاني سالب فينتج مجال الكهربي وينشأ فارق جهد بين طرفي السلك فتنشأ قوة دفعة كهربية تعمل على امرار الطيار كأنه زي البطارية بالزبط هي البطارية بتعمل كده ما بين نقطتين بتعمل بينهم فرق جهد فيبدأ الطيار ينتقل من مكان لمكان يعني في الاول في الوضع العادي كان السلك الشحنات هنا جهدها بيسوي جهد الشحنات هنا فإيه اللي هيخلي الطيار يمشي اتفانى ان الطيار بيمشي بس لما يبقى فيه فرق جهد ما بين نقطتين فالطيار يبدأ يروح من الجهد العالي الجهد المنخفض فإيه اللي بيخلي فيه فرق جهد ان هو لما بيقطع خطوط مجال في الشحنات بتمشي عكس اتجاه القوة الطبيعية بتاعتها فبيبقى فيه فرق جهد ما بين نقطتين فده اللي بيخلي ان الطيار يمشي في السلك او يتولى الطيار مستحس في السلك طيب فالقوة الدفعة الكهربية اللي بتنشأ ما بين القطبين الموجب والسالب دول دي اللي بنسميها القوة دفعة الكهربية المستحسة الاي ام اف اختصار الالكترو موتف فورس فهل هي قوة بتتقاس بالنيوتن فبنقول لا دي من التسميات الخطأ اللي تسمت يعني من من اول ما تسمت وما تغيرتش لان ما كانوش فاهمين المفاهيم بالطريقة الصح فالقوة الدفعة الكهربية دي قولنا هي بتبقى عاملة زي البطارية بالزبط وبالتالي بتتقاس بالفولت حتى تعرفها بيقول ايه هي فرق الجهد المتولد بين طرفية موصل لما يقطع خطوط مجال فهي بتتقاس بالفولت طيب الامف اللي بتتولد دي بيبقى مقدارها كام قانون الامف بيساوي بي ال في ساين سيتا طيب البي بالتسلا ال ال بالمتر والفي بالمتر عالثانية اللي هي سرعة تحرك السلك والسيتا الزاوية المحصورة بين اتجاه المجال واتجاه الحركة طيب لو انت عايز تتأكد ان الامف بتتقاس بالفولت تعال انا نستنتج من قانونها احنا قلنا البي المرة اللي فاتت بتتقاس بايه هي البي بتساوي اف على اي في ال فالاف اللي هي ميوتن والاي اللي هي انبير والال اللي هي المتر والال اللي في القانون ده بتتقاس بالمتر والفي بتتقاس بمتر عالثانية ازا هلاقي ان المتر ده روح مع المتر ده فهيطلع لنيوتن في متر اللي هي كأنها اف في دي اللي هي كأنها دابليو الشغل والشغل بيتقاس بالجول وهيطلع لتحت امبير في سانية اللي هي كأنها شد الطيار في تي واحنا عارفين الاي بتساوي كيو على تي يعني كيو بتساوي اي في تي فلما يطلع لي امبير في سانية اللي هي كولوم جول على الكولوم ديت يعني دابليو على كيو اللي هي دلتا في لو تفتكروا من الفاصل اللي فات او اللاب فده الاسبات بتاع ان الفولت الام اف بتكافئ فولت او في سؤال في اخر الواحدة الام اف ايه الواحدة اللي بتكافئها فخليكوا عارفين ده لو نسيتوه استنتبوه القناة طيب فنفس الكلام اللي قلنا في الاف اقصى اي ام اف بتتحقق لما الصين دي هتكون بواحد والصين بتكون بواحد لما يكون متعامد ولما بيكون موازي بتكون ام اف بصفر لان سيتة بصفر وصين سفر بصفر والام اف هتكون بصفر طب العوامل اللي بيعتمد عليها القوة الدفعة المستحصة من القانون اي ام اف بتساوي بي اين في ساين سيتا في بيعتمد على مقدار المجال الطردي وطول السلك اللي بيتحرك طردي والفي ساين سيتا مركبة السرعة العمودية طردية طب انت بتقول ان هو هينشأ فيه طيار مستحص انت كل ده ما كلمتناش عن الطيار نجيب مقدار واتجاه الطيار ازاي الاي قانونه معروف في كل الفيزياء في على ار واحنا قلنا ان الفي هنا هنسميها اي ام اف فالاي هتساوي الام اف اللي تولدت على الار بتاعت السلك وبنأكد تاني ان لا يتولى الطيار الا ازا كان السلك جزء من دايرة كهربية مغلقة طب اجيب اتجاه الطيار ازاي دلوقتي عندنا قاعدة ربعة للياد اليوم وما تقلووش دي اخر قاعدة القاعدة الرابعة لليادي اليومنا بتقول ايه نفس الكلام فخلي بالكوا دايما ان الكاف في قواعد اليادي اليومنا بيشير للحاجة اللي انا عايزة ففي القوة كان الكاف بيشير لاتجاه القوة اللي بتأثر سواء على السلك او على الشحنات انا الوقت عايزة اتجاه الطيار فالكاف اللي هيشير لاتجاه الطيار ودايما ان الصوابع في اتجاه المجال فهنا الابهام هيشير لاتجاه حركة السلك يبقى صوابع في اتجاه المجال اه ابهامي في اتجاه حركة السلك سواء فوق تحت يمين يسار هنحركه ازاي هلاقي ان الطيار هيبقى في الاتجاه كاف في ايدي يعني تعالوا نشوف هنا المجال رايح منين لفين؟ رايح من الشمال للجنوب يعني مختارك الصفحة يعني ايدي لقدامي وحركة السلكة حركه اليمين وبالتالي ابهامي ناحية اليمين طبعا الفيديو معكوس فهلاقي ان الطيار اللي هتولد في السلكة هيكون اتجاه الكاف فيبقى الاعلى فيبقى الطيار متجه من اسفل اللي اعلى طيب ايه التطبيقات على القوة الدفعة الكهربية؟ عكس اللي اتكلمنا عليه في الحث الكهرماناطيسي اتكلمنا في الحث على السماعات السماعات كانت بتعمل ايه؟ نرجعها من الفيديو اللي فات دلوقتي هنتكلم على المايك السماعات كانت بتحول طاقة كهربية من الموبايل لطاقة صوتية تسمعها المايكروفقون العكس بيحول طاقة صوتية انا دلوقتي بتكلم في المايك فبيحصل ايه؟ بياخد الزبزبات اللي انا بتكلم بيها ونفس تركيب السماعات بالزبط غشاء زي طابلة ومتسبت عليهم لف ومحطوط جوه مجال فاي اللي بيحصل الزبزبات دي بتخلي الطابلة دي تروح وترجع فالملف يروح ويرجع وهو محطوط جوه مجال مغناطيسي فبيقطع خطوط المجال فيتولت فيه طيار فيروح لسماعات سماعات تاخد الطاقة الكهربية تحولها لصوتية ده بكل سهول يبقى تعمل موجات صوتية على اهتزاز الغشاء الرقيق اللي بيحرك الملف فيقطع خطوط المجال فيتولت فيه طيار متغير على حسب الزبزبات المتغيرة اللي جاية له ويحولها الطاقة الصوتية اللي جاية هنا فيحرك السلك فيقطع الخطوط فيحولها لإشارة كهربائية بتروح بعد كده لسماعات تحول إشارة كهربائية لصوت نسمعه تاني طيب التطبيق التاني هو المولد الكهربائي عامل زي المحرك ولكن المحرك كان بيحول الطاقة الكهربائية لطاقة ميكانيكية ان هو بيلف هنا العكس انا اللي هدي المولد الطاقة الميكانيكية فيديني طاقة كهربائية ازاي؟ بنفس الفكرة بالزبط ان دلوقتي لو عندي مولد زي ده مثلا فنفس الكلام لو احنا حركت تعالوا مثلا لو رسمنا رسمة بسيطة ان لو بيبقى عندي برضو قطبين مغناطسيين وعندي ملف ولكن هنا مش متوصل ببطارية هعمل ايه؟ هبدأ انا اللي الف الملف ده فهبدأ الف السلك اللي على الشمال ده الاعلى فتعالوا نشوف الطيار دلوقتي اتجاه المجال لليسار اتجاه الحركة لأعلى فاتجاه الطيار هيبقى فين؟ يلا اتجاه المجال اليسار اتجاه الحركة اللي هو الابهام لأعلى فهلاقي ان اتجاه الطيار جاي علي طيب والعكس صحيح الناحية التانية انا بلف ده لفوق وبالتالي الجنب التاني هينزل لتحت فاتجاه المجال لآ اليسار اتجاه حركة السلك الاسفل فهيبقى اتجاه الطيار رايح مبتعد عني او مختارك الصفحة فهلاقي ان الطيار بيمشي في الدايرة كده فبيولد طاقة كهربية من طاقة ميكاني كي وبرضا عملنا عليه شوية تعديلات عشان يفضل الطيار هنا ثابت ليه؟ لان لما يبقى لما يوصل الوضع مئة وتمانين لما يلف نص لف فإيه اللي هيحصل؟ تخيلوا معي ان ده بيلف كده طيب فالسلك لغاية هنا كانت حركته الاعلى فالسلك ده لما يبدأ يخش في نص اللفة التانية هتبقى حركته الاسفل وبالتالي اتجاه الطيار هيتغير تعالوا نشوف اتجاه المجال زي ما هو اتجاه الطيار اتجاه حركة السلك كان الاعلى في النص ده يعني هو الملف بيلف كده فالسلك ده كان حركته الاعلى كده لما بقى رأسي هيبقى حركته الجاية لأسفل فهو حركته الاعلى كان اتجاه المجال كده والحركة الاعلى فكان اتجاه الطيار جاية علي لما لف بقى حركته الاسفل فبقى اتجاه الطيار اتعاكس وكذلك السلك التاني فهلاقي ان اتجاه الطيار في الخارج ده اتعاكس برده فبنقول اللي عايزين نعرفه ان لما الملف بيكون في وضع رأسي زي كده بتكون اتجاه حركته مماسي هو بيلف في دايرة فلو فاكرين في الصف التاسع كان بيبقى اتجاه الحركة مماسي للدايرة فدلوقت اتجاه الحركة موازي لاتجاه المجال فالزاوية بينهم صفر فلا يتولد اي ام اف ولا طيار في المولد طيب ولما بيبدأ يلف فاكتر وبالتالي الزاوية بتزيد ما بين الفي والبي طب كل لما الزاوية تزيد كل لما الصين يزيد كل لما الام اف تزيد والطيار يزيد ففي الوضع الرأس اتجاه حركة الملف بيكون موازي فما بيتولدش طيار لما بيستمر في الدوران بتزيد الزاوية فبيقطع عدد خطوط اكبر فيزداد الطيار المتولد تدريبي اقصى طيار بيوصل له امتى لما بيكون اتجاه الحركة عمودي امتى يكون عمودي لما الملف بيكون موازي اتجاه حركته بجاي هيبقى الاسفل والمجال افقي فلو جبت علاقة ما بين الطيار والزاوية الزاوية لما كانت صفر اللي هو موازي كان الطيار بزيرو الزاوية قاعد تزيد الطيار قاعد يزيد لغاية لما وصل لاعلى قيمة لما عمل ربع لاف وكان موازي بعد كده لو انت جربت تجيب الصين لو انت جبت صين زاوية اكبر من تسعين هتلاقيها بتقل عن الواحد افضل كمل هتقل افضل كمل هتقل لغاية لما توصل مية وتمانين ايه المية وتمانين دي؟ اللي هي نص لفة هتلاقي ان الطيار بقى زيرو تاني فلما الملف ده لف نص لفة يعني ايه نص لفة السلك دي سي كان فوق لما يعمل نص لفة هيبقى التحت فاتجاه الحركة هيبقى فعكس اتجاه المجالي يعني الزاوية مية وتمانين فبيبقى بزيرو طب زود عن المية وتمانين هتلاقي ان الطيار بالسالب يعني ايه بالسالب يعني اعكس اتجاهه ويفضل يزيد 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 لغاية اقصى قيمة عند متنين وسبعين بعد كده يقل لقل لغاية تلتمية وستين بصفر فالطيار اللي بيقعد يغير شدته واتجاهه كل شوية ده بنسميه طيار مش ثابت على بعضه فبنسميه ايه طيار متردد يعني انت قيمتك كام شوية عالي شوية زيرو وشوية ماكسيمم طب انت اتجاهك فين شوية موجب وشوية سالب فبنسميه طيار متردد فلما بيزيد عن مية وتمانين بانعكس اتجاه الطيار طيب بيبقى ان الحركة النسبية هي اللي بتولد الAMF والطيار المستحث وبالتالي فممكن بدل ما نحرك السلك ممكن نسيب السلك سابت ونحرك المجال المغناطيسي هيتولد برضو طيار مستحث طيب انت دلوقتي لما تبقى عايز تشتري مثلا مولد هتروح للرجل تقول له انت ما بتشتري اي جهاز فاتفقنا انه بيبقى ليه قدرة فهتقول له هو قدرته كام يقول لك والله هو بيتراوح ما بين الزيرو واط والستين واط تقول له لأ انا عايز حاجة محددة يقول لك معرفش طب قل له عايز طيار بيديني طيار كام يقول لك بيتراوح ما بين عشرين امبير وسالب عشرين امبير فتقول له لأ ما ينفعش الكلام ده فعلماء الفيزياء اتفقوا ان احنا هنشوف الطيار المتغير ده هيديني نفس الاداء بتاع طيار مستمر مقدره قدية وكذلك القدرة اللي طلعة من المولد اللي طياره متردد ده هيديني نفس الاداء لمحرك قدرته كام فعشان كده فيه مفهوم جديد اسمه متوسط القدرة طيب احنا اتفقنا ان القدرة بتساوي الاي في الفي فالاي بتبقى موجبة القدرة بتبقى موجبة والفي كمان معاها بتبقى موجبة طب الاي لما بتبقى سالبة هل القدرة بتبقى سالبة فبنقول لا لماذе لان الفي كمان بتبقى سالبة فسالب في سالب وموجبة فدايما القدرة موجبة يعني القدرة مش سالبة طيب اتفقنا ان الرسم اللي بياني بتاع الطيارة عامل ازاي من zero ونسب وبيتراوح ما بين الموجب والسالب طيب اتفقنا ان القدرة مش سالبة فالرسم بتاعها هيبقى ازاي بيتراوح ما بين zero ونسب طيب لما اقول لك ان انت بتاخد في يوم مصروف زيرو واليوم اللي بعده اخدت خمسين درهم فمتوسط مصروفك في اليومين كام بالظبط هتجمع على اثنين على بعض وتقسم على اثنين هيبقى خمسة عشرين فكذلك القدرة القدرة بتتراوح ما بين زيرو والماكسيمم فمتوسط القدرة هيساوي ايه نص القدرة العظم فالبي اي سي الطير المتردد اللي هو الالترنت current فمتوسط القدرة بيساوي نص القدرة العظم او بيساوي الطير الفعال i effective في v effective والماكسيمم دي بتساوي ايه i maximum في v maximum فبنقول ان بتتغير القدرة النتجة على حسب الطير وفرق الجهد ولكن هي دايما موجبة طب ال i effective ده بيساوي ايه تعالوا نستنتبه مش ال b بتساوي i تربيع في r واتفقنا ان ال b effective او ال b متوسط القدرة بيساوي نص b max فال i effective تربيع r يساوي ال i تربيع max r ال r راحت مع ال r طب انا عايز ال i بس ااخد جزر الطرفين يبقى ال i effective تساوي جزر نص وجزر ال i max تربيع هتطلع برة الجزر ب i max فيبقى ال i effective بتساوي جزر نص i max او جزر نص ده اللي هو هو جزر اتنين على اتنين او لما حط جزر نص هيطلع لنا point seven seven فده القانون اللي بنستخدمه على طول يبقى الطيار الفعال بيبقى point seven seven i maximum وبنفس الطريقة ممكن نستنتج ان ال v effective بتساوي point seven seven v maximum طيب ففرق الجهد الفعال بنقول ان هتلاقي مسائل يقول لك فرق الجهد rms بيساوي كزا فدي معناها ايه بيقول لك ان فرق الجهد الفعال بيشار ليه في بعض الدول بالroot mean square يعني ايه مربع متوسط الجزر فلما يقول لك ان فرق الجهد rms ده يقصد بي ال v effective او شدة طيار rms فيقصد بيها i effective فده القوانين ديت جاية في الهيكل وجاية عليها اه اسئلة فنركز عليها والمرة الجاية ان شاء الله اخر حاجة هنشرح المحولات جزء سهل وبسيط يا رب يكون كل مفهوم واشوفكم على خير اشوفكم على خير اشتركوا في القناة